بهدف التواغل الاقتصاد في القارة الصمراء واكتساح أسواقها تراهن الجزائر على إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري والتي تندرج ضمن المشروع الكبير للسلطات العليا في البلاد بإقرار حزمة تسهيلات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لخوض غمار التصدير نحو العمق الإفريقي لكن ارتأت للمنطقة أنها تنشأ منطقة مصغرة فيها تسع دول منها تونس، مصر، كاميرون، جزر موريس اللي دخلتها الجزائر عندها تقريبا شهرين اندمجنا في هذه المنطقة وهي عبارة عن منطقة تبادل حر مصغرة يوقع فيها وكأن التمرين يهيئنا للدخول إلى المنطقة الكبرى المنطقة هي جزء من مشروع كبير تتصوره الدولة الجزائرية في تلك المنطقة يعني نضيف على المنطقة وليكون فيه تكامل بين المنطقة والمشاريع الأخرى على غرار طريق العبر للصحراء على خط الأنابيب الغاز الرابط بين النيجيريا والجزائر طرق السريعة الشرق غرب تطوير شبكة كهربائية الجزائرية وتوسيع تحديد شبكة السكة الحديدية اللي راح تكون ربما الرابط بين الشمال الجزائري الجنوب الجزائري وحتى لما لا دخول إلى دول الأخرى منها موريطانيا خاصة مدن مهيئة من حيث الهيكلة اللوجستيك والبنية الاقتصادية من شأنها أن تحفز المتعاملين الاقتصاديين للولوج إلى الأسواق الإفريقية خاصة مع ضمان الأطر القانونية وذلك للحفاظ على سمعة المنتوج الوطني القابل للتصدير بالإضافة إلى اعتماد آلية تفعيل مجالس رجال الأعمال وكذل لقاءات الحكومية بين الدول راح تكون فيها مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الأجنبي مناطق خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية المحضة مناطق خاصة مثلا للتبريد مناطق خاصة للترفيه والحياة العادية لسكان هذه المنطقة منها فنادق منها مسابح منها هذا وتصورتنا أن تكون مدينة عصرية وستكون واجهة للجزائر التي نريدها عصرية متقدمة تنظر إلى إفريقيا جملة من التسهيلات سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون لخوض معركة التبادل التجاري منها التسهيلات الجمركية حيث ستتخلى بعض الدول عن مداخلها الجمركية لصالح تحفيز التبادل الحر على غرار الجزائر فتقريبا 90% من منتجاتها سيشملها هذا التخفيض كما انطلقت الجزائر في تنظيم معارضة بمختلف الدول الإفريقية وفتحها لبونوكين على أن تتواصل هذه العملية